ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله طعن الهالك بواسطة سلاح أبيض عند باب منزله بعد ترصده له في المنطقة الواقعة بقرب الدائرة التاسعة ببند باب وأضافت المصادر ذاتها أن رحلة البحث قادت الجاني إلى زيارة منزل ابن أخت زوجته بفاس اعتقادا منه بأنها فرت إليه بعدما غادرت بيت الزوجية مشيرة إلى أن الجاني بمجرد وصوله إلى منزل المذكور دخل في نقاش مع الهالك حول مكان إخفاء زوجته قبل أن يتطور الأمر إلى 30 ثم يستل الجاني سكينا ويطعنه على مستوى القلب متسببا في وفاته في عين المكان وأضحت المصادر ذاتها أن الجاني اختفى عن الأنظار على وجه السرعة بعدما وجه طعنات القاتلة إلى الضحية الذي سقط على الأرض قبل أن تتمكن المصالح الأمنية التي حضرت إلى عين المكان فور علمها بالخبر من تعقب أطاره وتوقيفه وذلك بعد وقت وجيز من ارتكاب هذا الفعل الجرمي وفور علمها بالجريمة حلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية بمصرح الواقعة حيث جرى نقل جتة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغسان بفاس بغية إخضاعه للتشريح الطبي فيما تم وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية البشعة شكرا شكرا